دانت وزارة حقوق الإنسان بشدة الهجوم المسلح على منازل المواطنين والمناطق السكانية في قرية المساقرة بمديرية الحدى محافظة الذمار مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين وقالت الوزارة في بيان لها أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما مسلحا منذ ثلاثة أيام على قرية المساقرة بمختلف أنواع الأسلحة وفرضت حصارا خانقا على القرية وعتدوا على الحرمات والعراض وترويع للأطفال والنساء وتشريدهم وقصفت القرية بشكل عشوائي مما أدى إلى احتراق ثلاثة منازل منها منزل عبدالله محمد حسين المسقري ومنزل صدام حسين علي سرحان المسقري ومنزل والد عبدالله محمد حسين المسقري وتدمير عدد آخر من منازل المواطنين بشكل جزئي واقتحمت منازل آخرين واختطفت أكثر من 146 من سكانها بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بزراجة مركز المديرية وسحدثت ميليشيا الحوثي أكثر من خمسين نقطة تفتيش جديدة على مخارج ومداخل منطقة عبيدة بالحدى المحيطة بقرية المساقرة مسببة معاناة كبيرة للأهالي حيث تقوم تلك النقاط باستفزاز أهالي المنطقة وإهانتهم بالإضافة إلى التسبب في موجة نزوح وتاجير كبيرة لأبناء المنطقة وأكدت الوزارة أن إطلاق القذائف والهجوم مسلح على الأحياء السكانية وعلى رؤوس المواطنين والمناطق الماهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 22-16 والتي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر مؤكدة أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن إذا العدالة ستطال المجرمين لا محالة واستغربت الوزارة من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءة صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع للأطفال والنساء وإن ذلك الصمت الدولي يشجع ميليشي الحوثي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق السكان اليمنيين